في الفيديو السابق شاهدنا تعريف الكفاءة هي شغل مبذول مع كمية الحرارة التي نعطيها لنبذل الشغل بها ورأينا أنه للمحرك يمكن كتابة ذلك 1-Q2 على Q1 أو هي بالأساس 1- الحرارة النتيجة على الحرارة الموضوعة والآن طبقنا هذه الصيغة لدورة كارنو وقلنا أنه لمحرك كارنو يمكن الحصول على الكفاءة لهذا لنكتبه هنا إذن الكفاءة لكارنو هي إيدا لكارنو وهي 1 ناقص T2 مقسوم على T1 للحصول على هذه النتيجة يجب استخدام حقيقة ما ونتعامل مع دورة كارنو لنستخدمها على طول درجة حرارة ثابتة وكنا قادرين على أخذ اللغريثم الطبيعي لهم وكنا قادرين على الحصول على هذا ليعبر عن الكفاءة كفاءة المحرك كارنو هذه الكفاءة التي يمكن الحصول عليها فقط عن طريق محرك كارنو التعريف الآخر للكفاءة عندما عرفنا الكفاءة تساوي الشغل المبذول الشغل المبذول مقسوم على الحرارة ولنسميها الحرارة المدخلة أو نسميها الحرارة الكلية المدخلة الحرارة الكلية المدخلة إذن Q1 ناقص Q2 على Q1 وهذا ينطبق على كل محركات الحرارية وهذا صحيح لكل محركات الحرارية بما فيها محرك كارنو محرك الحراري وهو المحرك يعمل على الحرارة كان من الممكن ذكر هذا من قبل وهذا المحرك الذي صنعناه هذا محرك كارنو وهو محرك يعمل على الحرارة لأنه يأخذ الحرارة هنا ولحقاً سوف يطلق الحرارة أسفل هنا الدورة تظهر وماذا يحدث للمحرك وأريد أن أعمل هذا التمييز المحرك هو شيء فيزيائي والدورة فقط تصف ماذا يحدث هنا إذن مع كل ما ذكرنا هو هذا حقيقي لمحرك كارنو الحقيقي والآن سنخوض فيه ولا أعلم إذا كنت سأنهي هذا في هذا الفيديو ربما سنقمل في الفيديو التالي لفهمه جيداً وهو أن نبين إذا كنا نعمل في محرك حراري بين مصدرين لدرجة الحرارة إذن لدينا مصدر مصدر لدرجة حرارة عالية وسنسميه تي اتش تي اتش الساخنة وتنقل بعض الحرارة كيو واحد وبعض الحرارة تخرج على شكل على شكل كيو اثنان على شكل كيو اثنان ونقوم ببادل الشغل ونقوم ببادل الشغل ومن ثم لدينا لدينا خزان لدرجة الحرارة الباردة وسنسميه بتي سي وهنا حيث نطلق الحرارة وسأبين خلال الفيديوهات القادمة أن أكثر أن أكثر المحركات الفاعلية نظرياً هو محرك كارنو ولا يوجد محرك آخر فعال مثله إذن إذا كان هذا محرك كارنو هذا أكثر هذا أكثر محرك فعال أو إن هذا هو المثالي حيث لا شيء مفقود وسنخود وسنخود في التفاصيل بشكل أكبر لاحقاً لا يوجد محرك أكثر كفاءة من محرك من محرك كارنو الحراري ولإثبات ذلك سنحاول اللعب في محرك كارنو قليلاً لنرى بعض من الأدوات التي لديه المتاحة له إذن أحد الأشياء لنرسم مخطط مخطط بي في مخطط الضغط مقابل الحجم هذا الضغط وهذا الحجم في دورة كارنوت ما هو ما قمنا به إلى الآن كنا نسير دائماً في هذا الاتجاه كناً كان لدينا اتساع في خط ثابت وصار بهذا الشكل هذا كان أخط درجة الحرارة ثابت ومن ثم لدينا التوسع الإدباتيكي وطوال الوقت كنا نسير في هذا الاتجاه وسار بهذا الشكل ومن ثم كان لدينا تقلص في خط ثابت درجة الحرارة وسار بهذا الشكل ومن ثم كان لدينا التقلص الإدباتيكي لنصل إلى حيث بدأنا من البداية ومن ثم عدنا بهذا الشكل وطوال الوقت كنا نسير باتجاه حقارب الساعة سرنا في اتجاه حقارب الساعة وأخذنا الحرارة الداخلة هنا في الأعلى لأننا كنا نبذل شغل وكان هناك سحب للحرارة للحفاظ على ثبات درجة الحرارة ومن ثم هنا للحفاظ على درجة حرارة من الارتفاع أخذنا EQ2 وإذا كان يجب رسم الاتجاه الآخر حسناً لقد رسمت واحد كهذا لكن سأرسمه بهذا الشكل وسأتصوره بهذا الشكل هذا المحرك هذا هو الخزان الحار لنضع هذا كT1 هنا في الأعلى إنها تنقل الحرارة Q1 إلى المحرك إلى محرك كارنو قام المحرك كارنو ببذل شغل ومن ثم غادر من المكان من المكان كمية من الحرارة وتحول إلى الخزان البارد T2 وقام بنقل Q2 هذه طريقة أخرى لتصور ماذا حصل هنا في دورة كارنو وهنا رسمت المحرك والآن واحدة من الأدوات التي أريد أن أطلعك عليها هي رد الفعل المعاكس أو يمكن أن نأخذ هذا ونسير في الاتجاه العكسي وهذا مبني على الفرضية التي طرحتها قبل فترة طويلة إذن عندما رسمت هذه قدمت لكم فكرة العملية شبه الساكنة فكرة العملية شبه الساكنة وتعني هذه العملية نحن نقوم بشيء بمنتهى البطء بحيث دائما سنكون قريبين من حالة التوازن بحيث يمكن تحديد متغيرات الحالة الكلية وهذا كان التبرير الكامل لاستخدامنا الحصى هنا بدلا من مجرد القيام به دفعة واحدة بأن نزيل كل الحصى ونصل إلى حالة لهذه الحالة بأن نقفز من A إلى B يجب القيام بذلك تدريجيا بحيث نحدد كل نقطة ما بين ذلك في المنتصف وهذه هي العملية شبه الساكنة وعندما قمت بفيديو العملية شبه الساكنة قلت أن العملية شبه الساكنة في معظم أجزائها هي قابلة للعكس وفي بعض الأحيان استخدمت الكلمات بالتبادل العكسية العملية العكسية والآن من التعريف دورة كارنو النظرية هي ليس فقط عملية شبه ساكنة لكن أيضا قابلة للرجوع أي عكسية وهذا يعني عند أي نقطة من زمن معين لنفرض أزلنا بعض الحصى ووصلنا إلى هنا إذا أردنا يمكن إضافة بعض الحصى مرة أخرى ونعود إلى حيث كنا في البداية هذا ما تعنيه قابلة للعودة أو قابلة للرجوع أو العملية العكسية ونعني يمكن أن تعكس ما قمت به الآن ما الذي يجب أن يكون مثالي في النظام حتى يصبح حقيقي حسنا هذا يعني أن الحركة الفعلية للمكبس أو للصقف المتحرك لا يجب أن يكون هناك أي احتكاك لأنه إذا تم فقدان أي حرارة بسبب الاحتكاك فإنه عندما نعود سيكون هناك فقدان للحرارة وسيتم تلاشي بعض الحرارة من أجزاء السير من حالة للأمام والخلف إذن الفرضية التي يجب أن نقوم بها حتى تعتبر دورة كارنو قابلة للعكسية أن تكون بلا احتكاك بلا احتكاك إذن محرك كارنو الحراري هذا محرك نظري محرك بلا احتكاك وهو مستحيل نظريا أن يكون بلا احتكاك لكن سنتحدث في المستقبل عن هذا أكثر إذن إذا كان هناك محرك بلا احتكاك بشكل كامل وشبه ساكن وأيضا قابل للرجوع أو قابل للعكس وإذا أردنا تشغيله ماذا يعني هذا؟ هذا يعني يمكن البدء من هذه الحالة الحالة A وقد سميتها من قبل لكن بدل أسير على طول هذا يمكن أن أسير في الاتجاه الآخر إذن ما يمكن عمله بداية هو يمكن التوسع بشكل إديباتيكي معزول أولا إذن لنرسم هذا من جديد للقيام به بشكل عكسي إذن يمكن عكس هذه العملية وستتم بنفس الطريقة بالضبط ودائما نحن في حالة الاتزان وهذا النظام هو بلا احتكاك بحيث لا يتم فقدان طاقة فقط يسير للخلف وهكذا إذن يمكن البدء من الحالة A ومن ثم سيكون هناك تقلص إديباتيكي تقلص إديباتيكي سيظهر هكذا وسنصل إلى هذه الحالة ومن ثم سنتوسع بشكل ثابت لدرجة الحرارة إذن سنسير هكذا وكلما توسعنا بشكل ثابت لدرجة الحرارة فإننا نسير هكذا الآن نحن في خط الحرارة الثابت ومن ثم نسير في توسع آيزوثيرمي إذن في هذه الحالة نبدل شغل لكن نبدل شغل في درجة حرارة ثابتة عند درجة حرارة باردة وثابتة لنسميها بتي إثنان هكذا هي تي إثنان في هذه الحالة إذا كنا نتوسع ونبقى عند تي إثنان ونكون عند قمة تي إثنان للخزان الحرارة تخرج الحرارة تخرج هذه المساحة تحت المنحنى هي الشغل المبذول وهذه هي Q2 وهذه معطاة عن طريق الخزانة T2 إذن كل شيء يسير الخلف هذه الفكرة الرئيسية ثم يتم تقلص الإديباتيكي بشكل معزول هكذا ومن ثم تقلص إديباتيكي في درجة حرارة ثابتة هكذا لنصل إلى إلى حيث بدأنا عندما تقلصنا بشكل عند درجة حرارة ثابتة الشغل كان يبذل للنظام إذن كل المساحة هنا ستكون سالبة وللحفاظ على درجة الحرارة ثابتة يجب أن نطلق حرارة إذن نطلق حرارة ونقوم بهذا عند درجة حرارة عالية إذن نطلق الحرارة خلالة واحد للخزان إذن إنه نفس الشيء بالضبط الذي حدث من قبل لكن بما أننا سرنا في الاتجاه المعاكس بعض تم تطبيق الشغل الآن إذن الآن عندما ننظر إليه بهذا الشكل عندما نجد كل المساحات المساحة هنا عمليا ستكون سالبة وسبب للقول هذا هو قيمة الشغل الموجب وستكون هذه هذا سيكون موجب ما أقوم به بالأزرق هنا وشغل السالب سيكون كل هذه الأشياء وإذا أردت معرفة الشغل الكلي المبذول سيكون سالب إذن ماذا يحدث إذا سرنا في دورة كارنو بشكل معاكس؟ إذن سنسميها ثلاجة كارنو لا ليس هذا ما أريد عمله سأسميها كارنو العكسية لكنها يدوية حيث R تعود إلى الثلاجة هذا محرك كارنو يكون بشغل باستخدام الحرارة باستغلال الحرارة أو الفرق بين هذه الحرارة الساخنة ويمكن إظهارها كT ساخنة وT باردة الآن المحرك كارنو الخلفي أو يمكن تسميته بثلاجة كارنو يعمل بشكل عكسي وهو بضبط ما رسمته هنا ما يقوم به هو يبدأ بجسم بارد سأسميه T باردة أو T2 ويأخذ كمية صغيرة من الحرارة من الجسم البارد وبعض الشغل يجب أن يوضع في النظام من أجل عمل هذا ومن ثم يضع حرارة أكثر ويمكن إظهارها ويمكن إظهارها كمزيج من هذا الشغل وهذه الحرارة المأخوذة من الجسم البارد وتعطي الحرارة لجسم الساخن آسفة هذه Q2 تعطي الحرارة لQ1 إذن كل شيء كان يحصل بالعكس وهذه مجرد ضرب قياسي لهذا المعكوس إذن يمكن أسير إذا كان هذا المصاري الذي سرنا به من قبل عندما يكون النظام كمحرك إذا أردنا أن يكون النظام ثلاجة يجب أن نسير في الاتجاه العكسي أي نسير للخلف وأريدك أن تفهم أن هذه قابلة للتنفيذ حيث ليس هناك خطأ فيه ستقول أليس هذا يضحط فكرة القانون الثاني لديناميكا الحرارية؟ نحن نأخذ الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن والجواب سيكون نفسه الذي ذكرته في فيديوهات الانتروبي قلت حسناً لا نحن نطبق الشغل هذه ثلاجة إذن بعض الشغل يجب أن يبذل لعمل هذا وأي أن كان هذا الجسم الذي يبذل الشغل سوف يكون في الحالة هنا الثلاجة هو ضابط حراري هذا يضيف انتروبي أكبر من الانتروبي من الانتروبي الذي تلاشت من قبل الثلاجة إذن هذا لا ينقض القانون الثاني للديناميكا الحرارية الآن أريد أن أبين نقطة أخرى في محرك كارنو لنأخذ محرك كارنو المعاكس أو العكسي لنسميه ثلاجة كارنو إذا أخذنا هذا وهذا شيء رياضي أكثر من أي شيء إذا أخذنا هذا إذا كنا نأخذ كيو اثنان ونضيف بعض الشغل وننتج كيو واحد يمكن قياس هذا بشكل عشوائي كيو واحد يمكن قياس هذا بشكل عشوائي إذا أخذنا كيو اثنان ضرب اكس ووضعناه بالداخل وبضعنا إكس ضرب دابليو ضرب الشغل في الداخل سنضع إكس ضرب كيو واحد في أعلى الخزان وهذا منطقي لأنني اخترت أرقام عشوائية فقط على سبيل المثال إذا كان لدينا محركين كارنو ويمكن أن نظهر هذا على أساس محركين كارنو ويعملان سويا إذا كل هذه ستكون اثنان وإذا كان لدينا ثلاث محركات كارنو يعمل معا هذه ستكون ثلاثة ويمكن إظهارهم كمحرك مجمع واحد الآن من كل ما ذكر أعتقد أنني حددت الإطار اللازم على الأقل للأفكار التي تجعلنا نبين محرك كارنو هو أكثر محرك فعال وقادر على الإنتاج وبناء على ذلك إن كفاءة محرك كارنو هي هذه وسنثبت أنه المحرك الأكثر كفاءة وهذا سيكون الحد الأعلى للكفاءة لأي محرك يمكن أن يصنعه أي أحد وسنرى ونثبت هذا في الفيديو التالي إلى اللقاء سحة أشفتي ترجمة نانسي قنقر